اشتركوا في القناة ميدانية لتفقد مراحل تنفيذ المشروع والاطلاع على المستجدات ووجه إلى تذليل جميع المعوقات والتأكد من سلامة العمل لتحقيق تنفيذ المشروع على أكمل وجه معبرا عن شكره وتقديره لجهود وزارة الأشغال وأشؤون البلديات والتخطيط العمراني لما تقوم به من دور إشرافي مساند في هذا المشروع الاستراتيجي وقال زياني إن هذا المشروع يعد أكبر مشروع تنفيذه هيئة البحرين للسياحة والمعارض والذي سيخلق موقعا نموذجيا لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة مجهزة بكافة الوسائل وأحدث أنظمة التكنولوجيا مؤكدا أن هذا المركز يعد عنصرا محفزا لتطوير قطاع استقطاب الشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات لإقامة فعالياتها العالمية في المركز في مختلف القطاعات ما سيسهم في مساندة تنمية القطاع السياحي في البلد من أجل تنويع مصادر الدخل وتحقيقا للرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه